مساء الخير على أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي نادي القرنة الأهلي فوق الجميع هارده عندنا حلقة مختلفة غير الحلقات اللي فاتت معنا ضيف وضيف عزيز جدا وهو سعيدي في الأصل لكن قبل ما أبدأ أتكلم على ضيفنا فيه موضوعين نازم نتوقف عندهم إذا ما قلت ده رأي البرنامج بش رأينا احنا الموضوع الأول إزاي نختار المدرب المصري لقيادة منتخباتنا القومية هنشوفنا على الساحة رياضية الفترة اللي فاتت دي اختيار كابتن شاوء غريب مدير فني لمنتخبنا القومي الأولمبي كابتن شاوء يعقده خلص في الأولمبيات توكيو من شهرين اتنين فجئنا اليومين اللي فاتوا إن تجديد الثقة في كابتن شاوء غريب أنا لا معا ولا ضد ولا بحب أتدخل في حاجات مش بتاعتي خالص ولا بحب أتكلم في حاجات مش بتاعتي خالص لكن اللي أنا بتكلم فيه إمتى حنكون عندنا نبقى محترفين في قراراتنا حتى شولك في الكورة لعشاننا محترفين في الكورة هتبقى صعبة قوي لسه قدامنا كتير قوي يعني بالتخبط وهتكلم فيها بل إنما بتكلم على اختيارات المدرب المدرب ده ببقى فيه CVV سيرة ذاتية بتاعته درب لعب دولي قد إيه لعب محلي قد إيه درب درجة أولى ممتاز هل درب منتخبات قبل كده هل درب في دول أخرى هل درب فرق محلية كل حاجة عملها بياخد عليها درجة ده العالم كله شغال كده إنما إحنا شغالين بالفهلاوة ده حبيبي ده بيخدمني ده بيعملي ده بيسويلي ده الموجود على الصحة المصرية وتم اختيار الكابتن شاوء غريب يمكن سمعت رئيس اللجنة السلسية بيقولك بيسألوه طب إنت إزاي الراجل عقده خلص من حوالي شهرين طب إنت إزاي جبته مرة تاني نزيل ما قلت لكم شوء حبيبي وإيه أحمد مجاد حبيبي كل الناس حبيبي إنما في الصح بقول صح الغلط بقول غلط باتفرقش وأنا أجري على الله ما ببصش لأي حاجة تاني فأم طلع في التصريح بتاعه وقال لك إحنا بنوفر شهرين طب إنت وفرت شهرين طب ارتباطات المنتخب إلومبي اللي جاي في فرنسا 24 إمتى ده لسه فضل سنتين والتصفات لسه قدامها سنة إنت بتوفر شهرين وبتصرف سنة ومفيش حتى أي استعدادات ولا فيه أي حاجة الفترة اللي جاية دي وبعدين إحنا أما بنتكلم والله العظيم ما ليه مصلحة في أي شيء ولا بفكر في أي حاجة هي مصر فضيت ما احترامي لكل الاختيارات والكلام كله هي مصر نفهاش مدربين هو لازم إحنا محلك إحنا تفكيرنا بقى تفكير بليد كلمة بليد كمان يعني قليلة تفكير فائير 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 إذا كانت الكرة هتدار كده أو معنى صح هتدار كده لفترة الجاية فقوله على الكرة يلا السلام اللي بيحصل ده ما ينفعش المفروض بقى فيه سيفي فيه درجات للمدرب فيه اختيارات فيه واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشر حاجات بيتحط تحتها زي مصطرة نشوف الراجل ده وبعدين شاوه غريب جرب في في توكي والراجل قدم كل اللي عنده والحمد لله ظهر بصورة كويسة إنما ندي فرصة لناس تانية يعني هي بش عملية بش عملية إدارة الكرة إن أنا أجيب فلان أريح دماغي بقى واجيب فلان وخلاص يا جماعة لا أنا أقول لكم أنت تفكيركم بقى فقير تفكيركم بقى بليد العالم كله بتقدي مصر طلع بسرعة الساروخ وإحنا كورة الخدم راجعة بظهرها إمتى إمتى هنبقى زي الدول اللي قابلينا واللي جنبينا واللي بعدنا هي إدارة واللي بش قادر الإدارة ييجي على جنب بقول لكم مصر طلع بسرعة الساروخ في كل حاجة ما شاء الله إلا كورة الخدم أو معنى صح الرياضة المصرية محل كسر مش هتتعدل بصر المنتخبات برا شوف المنتخب ألمانيا اللي كان ماسك المنتخب لحد هذه اللحظة بقاله كم سنة شوفوا إنجلترا شوفوا إيطاليا شوفوا أسبانيا شوفوا العالم كله ماشي إزاي مش هقول لك نقلدهم مش هنرعف نقلدهم لإنه عندنا فكر ضعيف فكر ضعيف فعشان كده الناس المسؤولة عن الكورة يعني لازم بقى تفكروا كويس بقى لازم تسلكوا من فكر القديم ده فأتمنى إن اختيار المدرب ده وقلت لكم في الحلقة اللي فاتت ولا اللي قبلها على أما اتفقوا مع الكابتل حسن شحاتا ورجعوا بعد كده الكابتل حسن عارف من الصحف والسوشيال ميديا إن اختاروا مدرب تاني غيره ليه نقلل من قيمة المدرب من مصر مدرب من مصر بيضرب هنا النهاردة مكرا بيضرب بره في أي دولة فأنا ما عرفش أنا ما عرفش بصراحة يعني أنا حزين حزين لإن الناس كلها بتتقدم وإحنا بنرجع بظهرينا في كورة القدم وهفضل أقولي الكلام ده أنا الحمد لله لا بخاف من حد ولا مع حد أنا بقولي اللي أنا شايفه صح واللي مفروض يتعامل صح هتقولي أنت بعيد عن الكورة لا مش بعيد عن الكورة أنا شايفه قدامي كل اللي بيحصل أتمنى من اللجنة المسؤولة عن كورة القدم أتمنى مش الناس اللي بره اللجنة لا بيتكرم على اللجنة اللي بتدير حطوا الشخص المناسب في المكان المناسب لإن مصر مش قليلة مصر بلد كبيرة قلتلكم مصر رجعت وطلع بسرعة الساروخ في كل المجالات إلا في كورة القدم في كورة 2006 و2008 و2010 أيام الكابتن حسن شحاتة إحنا وصلنا التاسع على العالم كانت انجنترا العاشر بعدينا حققنا ثلاث أمم إفريقية كسبنا إيطاليا وعملنا مباراة غير عادية مع البرازيل وتظلمنا فيها كلكم فاكرين أيام دي طب ما هو كان فيه ناس بتخطط وناس ماشى كويسة وما لإيه اللي حصل عك فعلا عك فأنا بقول للمسؤولين فوقوا شوية اللي بش قادر يركن على جنب مصر بش قليلة مصر بلد كبيرة وطبضل طول عمرها كبيرة وكبيرة بولادها الناس اللي هي عاوزة بقى تنخرب وتبوز الدنيا دي كلها انتوا ملكوش مكان عندنا أتمنى من اللجنة السلسية اللي بتدير كورة القدم اختار الشخص المناسب في المكان المناسب ما عنديش كلام أقوله في الجزئة دي أكتر من كده